خلال زيارته الإقليمية للشرق الأوسط أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن تسعى لمنع انتشار الصراع في المنطقة عبر التفاهم مع الحلفاء في المنطقة لدينا تركيز مكثف على منع هذا الصراع من الانتشار والمحادثات التي سنجريها خلال الأيام المقبلة تبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها باستخدام النفوذ والعلاقات كما سننظر فيما يمكننا القيام به لتحقيق أقصى قدر من الحماية للمدنيين ووصول المساعدات الإنسانية إليهم وكذلك إخراج الرهائن من غزة لقد قتل عدد كبير جدا من الفلسطينيين وخاصة الأطفال ولا يزال عدد كبير جدا منهم يواجه تحديات للحصول على الغذاء كما عبر بلينكن عن قلقه بسبب تصاعد الصراع بين لبنان وإسرائيل وكذا أنه يبحث في جميع السبل الدبلوماسية لخفض التصعيد هناك إحدى المناطق المثيرة للقلق الحقيقي هي الحدود بين إسرائيل ولبنان ونريد أن نفعل كل ما هو ممكن للتأكد من أننا لا نرى تصعيدا هناك كما من المهم جدا أن يتمتع الإسرائيليون بالأمن في الشمال عشرات الآلاف من الناس أجبروا على ترك منازلهم في شمال إسرائيل بسبب التهديد الذي يشكله حزب الله إننا نبحث عن طرق دبلوماسية لمحاولة نزع فتير ذلك التحدي وذلك التوتر ترجمة نانسي قنقر